الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم وللمرضوب عليهم ولا الغالين آمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأمصى الذي باركنا حوله لبريه من آياتها إنه والسميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا مودا لبني إسرائيل ألا تتخذه من دوني وكيلا ذرية من حملنا معروح إنه كان عمدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلم معروة كبيرا فإذا جاء وعدونه ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين واجعلنا لكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوه وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولتدبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحرنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدن السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يدقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتذي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزغوازرة وزغفرا وما كنا معذبين حتى أبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحرق عليها القر فدمرناها تبهيرا وكم أهلكنا من القلوم من بعد روح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن مريد ثم جعلنا له جهنم يصلها هذوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو حرهم فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا من ذهاء هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف خطلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجاتهم وأكبر تفضيلا لا تجعل معلوماء إلهاً آخر فتقعد مغلوماً مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أنف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذنين الرحمة وقل رب الحمما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكون مصارحين فإنه كان للأروابين غفورا واتدى التربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذل التبذيرا إن المبذلين كانوا لإخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتباء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عمقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبابه خبيرا بصيرا